نضم إلي مراسل العربي سعد خلف إذن الجديد سعد هو الإعلان عن القبض على مشتبه بهم يقال بينهم منفذين وهم على صلاة مع أوكرانيا بحسب جهات روسيا وعلى جهة أخرى تنظيم الدولة فرع خرس يعلن مسؤولياته فماذا لديك؟ نعم ديمة الجديد بالفعل هو ما قاله الرئيس الروسي منذ عشر دقائق تقريبا للمرة الأولى يعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذا الحادث وصف الحادث بأنه حادث إرهابي دموي وحشي وقف وراءه عدد من الإرهابيين الذين قتلوا الناس بدم بارد بالطبع الرئيس الروسي بدأ غاضبا للغاية كمثل عادتي في مثل هذه الأحداث بدأ عليه أنه لم ينم حتى يبدو الليلة الماضية متابعة لهذا الحدث أكد ما قاله رئيس جهاز الأمن الفدرالي أليكساندر بورتنيكا في التقرير الذي رفعه للرئيس الروسي منذ عدة ساعات وهو إلقاء القبض على أحد عشر مشتبه بهم من الذين قدموا الدعم للإرهابيين المنفذين الفعليين حسب ما يصفهم الجانب الروسي الأربعة الذين قاموا بفتح النيران على المواطنين داخل قاعة الحفلات فأسقطوا هذا العدد الكبير من القتل بالإضافة إلى ذلك كانت لديهم قنابل يدوية وكذلك كانت لديهم مواد سريعة الاشتعال كانوا يرغبون بإحراق كامل هذه القاعة أحد المشتبه بهم أو أحد من ألقي القبض عليهم ظهرت بعض المقاطع للتحقيق معه وقال أنه أتى من تركيا في الرابع من مارس إلى موسكو وأنه تم جندته بعض العناصر واتفقوا معه على أنهم سيدفعوا له نصف مليون روبل لكي يقوم بقتل الناس وأنه نفذ هذا العمل بعد الاتفاق مع هؤلاء الرئيس الروسي بطبع في تصريحاته وفي اتهاماته لم يحدد الجهة التي تقف وراء هذا الحادث أي أنه لم يؤمن على ما أعلنه تنظيم الدولة الإسلامية لكنه لمح بشكل واضح إلا أن هؤلاء الإرهابيين حسب ما يصفهم مرتبطون بالجانب الأوكراني نظرا لأنه كانوا متجهين إلى الحدود مع أوكرانيا وأن هناك في الطرف الآخر من كان يستعد لاستقبالهم لفتح الحدود لدخولهم يبدو اتهاما ضمنيا لارتباط بعض الجهات داخل أوكرانيا بهؤلاء الذين نفذوا بهذا العمل الوحشية حسب ما وصفه الرئيس الروسي الرئيس الروسي توعده وقال أنه لن يترك أبدا للجانب الروسي من يقف وراء هذا الحادث من نفذ هذا العمل من خطط لهذا العمل من دبر لهذا العمل ومن كلف هؤلاء بتنفيذ هذا العمل في اتهامات واضحة لأطراف مختلفة بالطبع لم يسميها لكن يمكن استشفافها من واقع أو من وحي تصريحاته بالطبع هناك تطورات أخرى في الداخل الروسي أمنيا تجديد للإجراءات الأمنية في كل المطارات وفي كل المدن الروسية بالإضافة إلى ذلك أعلن الرئيس الروسي يوم غد الرابع عشر الرابع والعشرين من مارس يوما للحداد الوطني في روسيا على أرواح الضحايا الذين تتزايد بالمناسبة ديما أعدادهم حتى الآن الحصيلة نائية من الصعب التكاهم بها نظرا لأن هذه القاعة تسع ما يزيد عن خمسة ألاف من المشاهدين أو من المواطنين كلها القاعة كانت ممتلئة عن آخرها ولذلك حتى هذه اللحظة لا يمكن القول أو التكاهم بالعدد أو بالحصيلة نائية لقتل هذا الحادث الذي وقع الليلة مساء أمس أشكرك جزيلا شكر على كل هذه التفاصيل من العاصمة الروسية موسكو مراسل العربي سعد خلف شكرا